أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما يتم تنفيذه من نقلة حضارية بمشروعات تطوير القاهرة وخلال متابعته موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان أشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل به في مارس 2021 وتصل نسبة تنفيذه إلى نحو 65% ومن المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022 وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء عددا من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري إنشاؤها بالمنطقة وأثناء على مستوى التنفيذ والتشتيبات